برحب بك كابتن الكبير كابتن الاسلام الشاطر كل التحليج والكل مشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان وزي ما انت متعودة كابتن اسلام وكل جمهورنا الحقيقة بننقل كل الاخبار والكوليس الخاصة بفريق النادي الاهلي تحدي جديد ومبارات السوبر الافريقي على الاهلي ورجاء المغربي اللي ان شاء الله بإذن الله بالإصرار الكبير وجدية لعبة النادي الاهلي ان شاء الله نقدر نرفع الكأس البطولة زي ما رفعناها طبعا فيها النسخة الماضية أجواء خاصة جدا وممكن استعدادات مكثفة لفريق النادي الاهلي لكن كل الأمور دي الحقيقة نتكلم معا مع واحد طبعا من النجوم النادي الاهلي الحقيقة محمد محمود اللي برحب بيه في البداية واحد من لعيبة الممتازين صاحب الخلق الرفيئة برحب بيك محمد طبعا في البداية وموفقين ان شاء الله في هذه المباراة لكن حابب تقول لكابتن اسلام الشاطر في البداية حبيبي ألف شكر وحابب وستواجه لكابتن اسلام مسج شكرا كابتن اسلام على الوقفة اللي بتقفها معي دايما ودايما على المسجات الإيجابية اللي باخدها من حضرتك حضرتك من الناس اللي بتفرق معا جدا وإن شاء الله في أقرب فرصة أطلع مع حضرتك تاني مباراة مهمة ومباراة صعبة جدا والحقيقة الأجواء عشناها وعشنا أجواء الفرحة لكن إيه اللي شايف الرغبة إزاي وشايف عيون اللقيبة لدوافع إزاي وإيه اللي حالة المعسكر بالنسبة لك محمد شايفة إزاي لا إحنا الحمد لله إحنا ما بنهابش حد إحنا الحمد لله يعني هو بس إحنا عندنا يعني مركزين بزيادة لكن الحمد لله ما فيش رهب ولا حاجة جايين المعسكر بدر شوية عشان نستعد أكتر للمباراة مباراة صعبة طبعا ومهمة بالنسبة لنا بطولة وإحنا بنتمنى أن نسعد جمهورنا ونسعد الإدارة ونحاول نبقى نضيف لتاريخ اللعيبة كل لعب يعني يحب يضيف لتاريخ وبطولة مهمة زي دي وإن شاء الله بإذن الله يعني بإذن واحد أحد تكون من نصبنا يعني إن شاء الله أعتقد إن إحنا استغلنا فترة التوقف بشكل جيد الحقيقة مباراة طلع الجيش ومباراة سموحة استفادات فنية وممكن كمان بوسماني وقف على حالة البدنية والذهنية لعبة النادي الأهلي من وجهة نظرك شاف الاستفادة إزاي وقل بغض نظر على النتيجة طبعا من وجهة نظرك شاف الاستفادة إزاي لا نتيجة كمان نتيجة كويسة يعني أنت يعني ما عليش نقاذف يعني إحنا كسبين خمسة يعني مش كسبين واحد وماتش طلع الجيش تعادلنا واحد تمام يعني مش واحد واحد ماشي نتيجة مكتش كويسة أو بس يعني الحمد لله برضو يعني مش نتيجة وحشة يعني كان الكوتش كان مهتم جدا بشكل كبير في المنشطة الودية كان إحساس المباريات كانناها رسمية بنروح بدر جدا بنروح معسكر بنروح متحقق نتجمع كلنا بنروح كلنا مع بعض كلنا مع بعض بنتحرك في باص واحد أكنه ماشي في الدوري فكان متشم مهمين جدا مع فرقتين كويسين جدا مع التحامات والحمد لله للناس كلها شركة الحمد لله كلها قدت بشكل كويس جدا 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 وده دفع كبير لينا يعني إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بطولة الكاس السوبر بإذن الله يعني تبال رائع ومميز جدا الحياة من جمهور النادي الأهلي شفنا لفتا رائعة ندائيات لكابتو محمود الخطيبة وكل اللعيبة حسب بقاها في اللقطة دي لأن اللقطة دي فعلا الكل الحياة رغم قلة العدد اللي احنا شفنا لكن حاجة رائعة جدا لا والله بجد أنا خارج بقيتش يعني والله جسم أشعر والله بجد جسم أشعر مش عارفين نوصل لهم نقول لهم إيه وعلى المستوى الشخص أنا بجد بقا مش عارف بجد أقول لهم إيه على الدعم اللي بشوفه وعلى بجد اللي بشوفه في الشارع منهم مش مصدقوا يعني بجد اللي بيحصل معاه في الشارع والله يعني مش مصدقوا من دعم نفسي من دعم معناوي مش مصدق كل اللي بيحصل لي ده والله عمر ما شوفت كده في حياتي جمهور عظيم جمهور دايما واقف في ظهر فرقته وهم فعلا السند وكل حاجة لنا مكد والله ونتمنى والله نسعدهم ونبقى دايما مصدر سعادتهم وما يعني ما نقدرش بإذن الله يعني نكون عند حسن ظنهم ونقدر نسعدهم دايما كده يا رب تقولت المتوالي ربنا شايل حاجة كبيرة وبقول لك إن شاء الله ربنا شايل حاجة كبيرة لأن الجمهور عايز يشوفك وعايز يشوفك في تقلقك الحياة أنا ربنا يعني ربنا سبحانه وتعالى طبعا بيختبرني كل حاجة بس أنا ربنا فعلا مديني نعمة كبيرة جدا لنا موجود هنا والله بجد مش كلام وموجود يعني ربنا مديني نعمة حب حب جمهور النادي الأهلي ليا وحب اللعيبة ليا وحب الإدارة ليا أنا مش مش لاقي كلام فعلا نوصفه أنا لو في حتة تانية كنت اتبهدلت بس الحمد لله يعني الناس مش عايزة تقلق أنا الحمد لله الحمد لله راجع عندي سكاف نفسي غير طبيعية راجع عندي إصرار غير طبيعي عايز زدي النادي ده بقى يعني أديه حاجة أو جزء بسيط من اللي بيعملو معايا وابقى يا رب يا رب أبقى يعني أكتب ولو جزء بسيط من تاريخ النادي الكبير وابقى عندي حسن ظن الناس كده دايما وابقى عندي حسن ظن الإدارة اللي بجد دايما وقفة في ظهري ومش عارف بجد أقول لهم إيه لأنهم أنا من غيرهم فعلا ممسواش حاجة وشكرا للعيبة وشكرا للجمهور اللي فعلا بجد أنا مش عارفة والله بجد مش عارفة أقول لك بيحصل معاه إيه في الشارع اللي بيحصل معاه مواقف مش طبيعية ربنا يا رب يديمها نعمة علي ويديم جمهور النادي لينا بجد جمهور ما يتوصفش بالكلام بجد مش 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 أي كلام بقوله بس هو فعلا جمهورنا فعلا ما يتوصفش بالكلام لو قعدنا نتكلم عليه هنا للسنة الجاية والله ما هنديره حقه فربنا يا رب يديمهم علينا نعمة واحنا ويديمنا عليهم نعمة ونقدر نسعدهم على ذكر الإدارة كمان الكابتن محمود الخطيب وجوده معاك وقيمة كبيرة جدا الحقيقة بتشوف ازاي وجوده كابتن محمود الخطيب كرئيس لبعث النادي الأهلي في ظل التوئيد يعني كابتن الخطيب يعني مش مش أنا عرف برضو يعني كابتن خطيب دايما دايما وقف في ظهرنا دايما على طول بيبقى أول واحد بيبقى موجود في أي أزمة لأي لعب يعني كابتن الخطيب من أنا كمحمد لما مثلا بيتحصل لي أي إصابة كان دايما أول واحد كابتن خطيب بيبقى ميسج مسجاته من المسجات المؤسرة يعني عارف حضراتك أنت عادي مش اي حد ممكن يبقى ميسج ربنا قويكو بس مسج كابتن محمود الخطيب بجد بتبقى حالة نفسية جدا غير طبعية لما بيبقى موجود معنا حتى نحن كلعيبة بتفرق معنا نفسيا بيبقى عندنا إصار غير عادي ان احنا لازم نحقق أي انتصار موجود برى الأرض لترمى كابتن محمود الخطيب معنا شخصية بجد ما تتوصفش بالكلام برضو كابتن محمود الخطيب من قنظف الناس اللي أنا قابلتهم في حياتي ما شفتش كده في حياتي بس كابتن كابتن عمر ما بيدخل في أي خطط للكوتش خالص يعني كابتن بي دائما بيأكد على على شخصية الفرقة على شخصية النادي احنا بنلعب باسم كازة بيحاول يعني يدوس شوية في حتة التشيرت قيمت التشيرت اه وقيمت النادي الأهلي لكن فنيا الكابتن ما بيتكلمش خالص معنا فنيا معاني نفسينا يتكلم معانا في صراحة يعني فنيا سطورة طبعا نفسينا نتكلم معاه والله بس للأسف ما بمفعلش خالص نتكلم معاه للأسف ارجع معاك للرجاء قوة الرجاء قوة كبيرة جدا بيكون مباراة صعبة جدا طبعا لان انت عرف الأجواء الفريقين دي بيكون مميزة جدا لكن السر هيكونه الجمهور سر المباراة وسر النجاح وسر الفوز ان شاء الله بإذن ان هيكون الجمهور اللي إحنا عندنا أمل كبير جداً هو يملأ أستاذ يا أحمد بن علي أستاذ أبو المقرار شايف وجود الجمهور وتأثيره عليك ويبزة لا أنا كمحمد أنا أصلاح حسيت الإحساسين يعني أنا حسيت أن نلعب من غير الجمهور وحسيت الإحساس بتاع الجمهور جمهورنا إحنا وأنا حسيت إحساس الجمهور المنتخب يعني الجمهور المنتخب برضو مختلف خلاص عن جمهورنا جمهورنا فضيع بيحرك الصخر صدقني بيحرك الصخر وبيحرك جوانا مشاعر ما تتصفش برضو حاجة كده بتحس إن إحنا عايزين نأكل في الملعب ونأكل النجيلة ونأكل الكور حاجة يعني مش عارف أقولها لك إزاي بس بيبقى بتبقى دعم نفسي كبير قوي لما جمهورنا بيب معنا هيفرق معنا بشكل كبير جداً وأتمنى بإذن الله أن الحضور يبقى كبير وأتمنى أنهما دايماً يبقوا في ظهرنا كده وإن شاء الله وجودهما يفرق معنا قوي إن شاء الله يعني شكراً جداً محمود إن شاء الله منتظرينك وجمهورنا دي العلي منتظرك إن شاء الله فترة لك أنا منتظر نفسي والله شكراً 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 بنشكر أكيد طبعاً نجم الجمل لنادي الأحياء محمود طبعاً على هذه التصريحات الحقيقة روحه جميلة جداً على كابتن إسلام مطيبة جداً وعنده سخة بالله كبيرة جداً 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 كان بقوله ربنا شاهلك حاجة الرجل أكد على هذا الأمر وأكد على هذا الكلام بنأمل إن شاء الله بإذن الله الروح الكبيرة دي والإصرار الكبير اللي شايفينه مع لعبة النادي الأهلي اللي بره لسكور والجوه لسكور الكل النجم هو النادي الأهلي مين يكون متواجد؟ ده هدف وتحدي كبير ومغارة كبيرة وسوبر إن شاء الله يضاف للنادي الأهلي بإذن الله يدخل دولة بطلات النادي الأهلي في الجزيرة الأجواء طيبة جداً حقيقة كابتن إسلام حتى هذه اللحظة بنأمل إن شاء الله بإذن الله مع مرور الأيام القادمة ونبدأ نخش بقى في خلاص قبل المغرب 48 ساعة يكون التركيز أقوى من كده يكون الدوافع أكبر من كده وإن شاء الله بإذن الله بثقاتنا الكبيرة في العبة النادي الأهلي نقدر يوم 22 نرفع الكاس ونعود به إن شاء الله ليدخل دولة بطلات النادي الأهلي في الجزيرة عود لكم الجديد وكابتن إسلام الشاطئ شكراً جزيلاً كريم